الخبر الأول لي عدنا عن يارا مار وأنور مار ومعايدتهم النور مار وبمناسبة أنه اليوم هو يوم عيد ميلاد نور مار فكل واحد نزعل حساباته بالإنستغرام شوية ستوريات يعيدون بها النور مار ويحتفلون به ولكن بطريقاتهم راح أطلكم هذه الستوريات وشفوها على ما تفتهمون نغماغ ما لقيت عندي شماع والدنيا حظر فكل عام أنت بألف خير يا رب وعبال الميت سنة هابي بيرز دي تو يو هابي بيرز دي تو يو هاي الكيكة اوكي خيم ما يطرفون كليكة فكل كبjdنا عيد ميلاد نور وكلياكانا بالحجر مع منا الشاكة هنا هذا الشيء سنعمل أنتحات هابي بيرز دي تو يو طفت شاوكي صاحبه أنت وألف خير الخبار الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هي بيسان وانس الشايب فبيسان وانس نزاوي على حساب انس بالإنستغرام هذا الستوري اللي أعلنوا من خلاله عن تصويرهم فيديو كليب سوية ورح ينزل قريبا واستخدموا بالفيديو كليب هذه السيارة فرح أطولكم هذا الستوري شوفوا طبعا حبائبي انتم ما بتعرفوا ان مبارح كان فيه تصوير فيديو كليب بجنن وان شاء الله قريبا رح ينزل أنا وبيسان نا رح يأجبكم وكمان كان فيه بيلي كليب سيارة كتير بجنن وكتير فخمنا عن شركة السيارات ساديو حبائبي الخبر الثالث اللي عدنا عن وسام تيكيد ورد على التهجم اللي اتعرض له من المتابعين طبعا ما يعرف شن سبب هذا التهجم فوسام تيكيد نزع على قناة هذا المقطع واللي من المفروض انه هو كان مقطع اسئلة ولكن كل الكومنتات اللي جدت على هذا المقطع كان يقولون انه وسام صير تافه وما ديجاوب على اسئلة بصراحة وانه هو دائما يسوي هذا الشي فوسام تيكيد نزع على حسابي بالإنستجرام شوية ستوريات يرد بيها على المتابعين واللي قال بيها بالنسبة للتعليقات اللي جدت على المقطع انه انا متش اتعرض على اسئلة وانما مجرد شنتفاها يقول هذا الموضوع صحيح ولكن بنفس الوقت هو كان يرد على الاسئلة بصراحة فيقول انه اجوبتها كانت حقيقية ولكن اسلوبة كانت تافهمه اكثر ايو كيف كون في بعض التعليقات وبعض الرسائل بتحكيلي انه انت وبيسان ما جاوبت بشكل جدي معنى صح نحنا مزحنا بس حسيت انه لا جاوبنا على اسئلة فانتو هيك شايفين انه ما جاوبت انا بشكل جدي يعني انا برأي انه صحنا انا بنمزح بنضحك بس انه اخر شي الفكرة واصلة يعني اكيد ما حنمزح بهيك شغلة وانه لا بس هيك مزح مزح الفاضي واخر شي طلع ما في شي لا الاجوبة تشبه كنا عم نحكيها صح الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وردها على وسام تيكت طبعا المية ارشي اللي صير فاللي شاف هذا المقطع فاكيد رح يعرف انه وسام تيكت لاغي اسم بيسان اسماعيل من التعليقات بحيث حاطه بخانة الكلمات المحظورة فبيسان اسماعيل قررت انه ترد على وسامه وبنفس الطريقة بحيث لغت اسم وسام تيكت من التعليقات عدها فهمين حاطته بخانة الكلمات المحظورة واسمه بعد ما يطلع التعليقات عدها بالنسبة لي على كلامي فلو تروحون على آخر مقطع نزلتها بيسان وتكتبونه بالتعليقات ويسام تيكيت بعدين تروحون على كلمة الاحدث اولا عمودين نشوف تعليق ونشوف تعليق اللي وراه بعدين نغير الحساب وعمودين نشوف هل التعليق ظهر للناس او لا وبعد من نغير الحساب نحن نزع على التعليقات ونروح على الاحدث اولا وفجأة راح نكتشف انه تعليق مظاهر وانه تعليق خالص شخص الثاني ظاهر فاكتبوني يا حبايا بالكومنتات شو يرىيكم بحركة بيسان بالغاء اسم ويسام وشو يرىيكم برد مالتها وبس والله هنا فصلنا لها المقطع اتمنى المقطع جابكم لسو تحطوا الليك شاركوه بالقناة شاركوه بالقناة شاركوه بالقناة وبس مع السلامة